وإلى الشأن الفلسطيني حيث ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 18 ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانين شهيداً وأكثر من خمسة وخمسين ألف جريح وذلك منذ بادل عدوان الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأغلبية العظمى من الشهداء من النساء والأطفال فيما لا يزال الألاف في عداد المفقودين وأشرت السلطات الصحية بقطاع غزة لاستشهاد نحو ثلاثمائة من العاملين في القطاع الصحية إضافة إلى 32 من تواقم الدفاع المدني و86 صحفياً و135 من تواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا